السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين يا? يا رب اكونوا كويسين وبخير. يا سعد الله وقاتكم حباب قلبي بكل خير. ان شاء الله كراءة جديدة. وحصري على قناة اسرار العالم الروحاني. لموليد برد الاسد. صلي على النبي. عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك. وانت خير المبشرين كلها. وبعد الكراءة. وبعد التوقعات بالودع. هنجول رسالتك من الرسائل بازن الله تعالى. وكنت بتعاني من المس او من السحر او من التعطيل او اي مشاكل او من الامراض الروحية. هسيب لكم في صندوق الوصف. اللينك للعلادات بازن الله تعالى. او اكتب تم. وانا هديك لينك القناة الثانية. قناة الشيخ يوسف بنفس الصوتي فيها دميع العلادات ان شاء الله. وفضلا وليس امرا احبابي. لا عايزين نطلع على الفيديو بالمواليد برد الاسد. فضلا وليس امرا ادعم الفيديو باللايك. خل الفيديو يطلع اخواتي كلها. نشوف توقعاتك يا برد الاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بصلى على سيدنا محمد. انا شايف انت منتظر هذا. اه في حدا منتظرها مستنيها على نار. اه ديلك من وراء الهاتف. لان انا مسك الهاتف انت في اتصال هيفرحك انت منتظره او اتصال فيه السعادة لك. انا شايف هنا. في حب في قلبك كبير. في حب كبير في قلبك يا ترى الحب دهل مين? في حب كبير وراحة. بتحب حد. بتحب حد حب كبير جدا. ان شاء الله يكون معاك. بازن الله يكون معاك وان شاء الله يكون زواد ما بينكم او ارتباط ان شاء الله. انا شايف فيه هنا باب هينفتح قدامك. الباب فيه حص. فيه سعادة. فيه راحة. فيه ضربة حص في المال. لانك انت يا اسد محتاج شوية مال. فيه فرحة. فيها رزق. فيها المال. ديلك ان شاء الله. فيها ضربة حص ليك. استخلي بالك. بلاش تحكي. بلاش تتكلم كثير. لان شايف العين عليك. بص حواليك. بص حواليك عن الناس اللي حواليك. بلاش تحكي على شغلك. على يعني بلاش تحكي على ارباحك او على مالك. لان هم انك تفكرين ان انت معاك فلوس راجض عليها. او فلوس كثير معاك. ما يعرفوش شي اللي معاك ايه. فبلاش تحكي وتتكلم كثير. لان شايف هنا ناس حية. اه ناس حية. وانت دولة فكرهم طيبين. بس انت تخزلك منهم. وانت تعبت. ببقيتش اجاهد او التعافر. اه ما بقيتش حاد اتعافر عشان اودها تعالى. فانت تعبت. بس في راحة حلوة جدا. هتحصل الى ايام اللي داية ان شاء الله. الى الراحة دية هتكون خير لك. انا شايف ان انت ستسد منها ديول. اه يعني هتستعيد ثقتك بنفسك. انا شايف انها تستعيد نشاطك. هتبدأ حياة جديد ان شاء الله. بس ابعد عن المشاكل. وابعد عن الكركبة اللي حواليك. وبعد عن المشاكل والحداث اللي حواليك اللي مش كويس. اه شايف عشان اه اه في حادات بتحصل لك. في تعطيل معاك. في تعب بيحصل لك من العيون. من العيون اللي حاليك. قلت لك بلاش اه اخرض من الطاقة السلبية اللي انت فيها. عشان ما تديش حد اه تعبك. ما تديش حد راح اللي راحتك يعني هكزة وتاخد تعب ناس. فبلاش اه مش كل الناس اللي تستاهلك. مش كل الناس اللي بتدعمها. هكزة. لان انت جلبك طيب. عندك روحانياتك عالية. اه محببك في الناس كلها. بتحب الناس كلها. بتتمنى الخير كل الناس كلها. بس الناس كلها مش زيك. انت بتتمنى الخير. الناس بتتمنى لك الشر. انت بتتمنى لهم السعادة والراحة. هم بيتمنوا لك الخراب بينكم وبين حبيبك. عايزين يبعدوك عن حبيبك. عايزين ياخدوا رزقك. مش حبل لك الخير مع انك انت جلبك طيب. روحانياتك عالية. متقرب من ربني. بتخاف ربني. ليست تكذب. ولا بتحب الخيانة. وما تحبش الكذب ولا تحب الخيانة. بس في ناس حواليك زي التعابين. انا شاف ان انت تدخل في طريق. ان شاء الله الطريق دي فيه مشروع. او داخل على مشروع. او حابب تدخل مشروعا. بتكمل او بحابب بيأتيك المال. كي تدخل هذا المشروع. ان شاء الله تدخله. وهيكون في رزق. وهيكون في سعادة لان في شخص كبير في السن او ست كبيرة بتدعي لك. اه بتدعي لك ليل ونهار. وهذا دعوتها ان شاء الله تكون مستدابة لك بازن الله تعالي. وربنا هنا الصراك. لان سبب دعوتها السد دي خرطتك من مشكلة او سبب دعاها بربنا يسعدك او بتحلك الاباب خرطت من مشكلة كبيرة. كنت هتجع فيها كانت هتدمرك او كانت هتتعبك كثيرا. خرطت منها بسلام وبامان. بس انت شايفك حاسس بخنجة? حاسس بالضيجة? حاسس ان انت الوحدة? حاسس ان ما حدش بيساعدك? حاسس بالضيجة? وحاسس بالخنجة? وحاسس ان بتعطيل في حياتك? حاسس ما فيش حدا مكتمل. حاسس ان كل ما يأتي حبيب يمشي بدون سبب. كل ما يأتي حبيب او ساتيك ما تتم العلاقة. اه ما تكتمل هذا العلاقة. يفشل العلاقة ما بينكم بدون سبب. اه يحصل نفور. تحصل هكذا. سبب. المس العشر. مس عشر عندك. عشر الدسات اه في من كم يعرفوا بيعشروا في المنام او بيأتيك المنام او بتحس ان حد بيتنفس دنبيك او بتحس ان بحد بيملس على دسدك او بتشعر ان في خيالات في البيت او بتشعر في العمود الفقري شيء صخن او بلازج على ظهرك كده. هكذا هو المس العاشق والحسد عليكم شديد. لان انا شايف كم حاسين بالتعب الجسدي وبالتعب النفسي ان شاء الله الى ايام اللي دائعة تكون فيها راحة لك. انا شايف اه اللي زرعته راح تحصده. ان انت زرعت الخير. زرعت المحبة. زرعت الامان للناس. زرعت الخير للناس كتير. عطيت ناس كتير. راح تحصد اللي زرعته ان شاء الله بازن الله. انا شايف ربح مال. اه الربح مال دايلك ان شاء الله اه حد هيدعمك. ممكن صديق او حبيب هيدعمك بمال. هيساعدك بمال ان انت محتاج مال. اه المال ده هتسد منه ديان او هتسد منه تدي منه السلفة الحد او هتسد ديان. الله اعلم. مال دايلك من حبيب او من صديق. بس خلي بالك من التعابين اللي حواليك. ما تديش حد اسرار. ليست كل اللي في آآ اللي في جلبك او في عقلك يكون على لسانك. مش كل الناس اللي بتحب لك الخير. مش كل الناس اللي بتحب لك الخير. صديقة او حبيبة بتحسيها انها صديقة او بتحسيها انها حبيبة لكن هي قدارة. عايزة تاخد زودك منك او عايزة تاخد حبيبك منك. مش حبالك الخير. مش سايباك في حالك. فخلي بالك من الاشخاص اللي حواليك وتعلم انهم عزاء. يعني خلي بالك كوني حريصة. انا ليس قلتلك اقطع علاقتك بالناس. بس كوني حريصة. آآ كوني هكذا. آآ خلي عقلك حكم عقلك ولاش قلبك افحدات كثيرة. لان انا شايف فيه حصل انفصال مبانك ومبان الشريك. او مبانك ومبان الشريك. حصل انفصال مبانكم. وبسبب واحدة. بسبب واحدة ازيتكم. وفي منكم بسبب المس العاشق. العاشق عمل نفور مبانكم بدون سبب. عمل نفور. عمل مشاكل. حصلت مبانكم وبان الشريك بدون سبب. حصل انفصال او حصل المشاكل. او مودودين اقنكم مش مودودين مع بعض. ليست تحسين بالراحة. ليست تحسين بالسعادة. ان شاء الله كل شيء راح تكون معكم خير. بسم الله. انا شايف هنا في ناس عملة تتكلم عليك. او عملة تقول عليك كلام ليست فيك. انا شايف هنا في خبر حلو. خبر حلو. هيفرحك بسم الله الكاشف. شايف هنا انت هتنكشف او هتكشف اشياء حقيقة. حقيقة راح تكشفها. راح تكشف الحقيقة قدامك على عيونك بازن الله تعالى. شو حظك بيقول لك ايه? والضرب بالوضع بتقول لك ايه? يا بردة الاسم. دعمت الفيديو باللايك احباب في الله. فضلا وليس امرا ادعم الفيديو باللايك اخواتنا في الله. ربنا ينصر خلا من عذاك. ربنا ينصرك على من عذاك بازن الله تعالى. ربنا ينصرك ان شاء الله. شاف نصره بازن الله تعالى. ان شاء الله. انا شاف هنا اه في خطوبة. في عريس شاف خطوبة او زوات او حتى يتقدم لان انا شاف في امور فيها الفرحة. فيها الفرحة. بس خلي بالك. حتى العين صيبك. خلي بالك يا اسد حتى العين صيبك. مع انك الظلامت كتير. الظلامت كتير. بس العين عليك برضو. عينك الظلامت كتير. وتعبت كتير. بس العين عليك. ان شاء الله راح تخلص من هاي المشاكل او من هاي التعال. انا شاف هنا قلبك مكسور. زعلان. في قصرة قلب زعلان. قلبك مكسور. حت تخزلك. حت تكذب عليك او سابك الواحدة جلبك مكسور. ان شاء الله هتلاقي الشريك الصح او هتلاقي اللي يصون جلبك ويصونك ان شاء الله باذن الله تعالى. شاف ان انت ماشي في طريق. الطريق ده يفتح معك بات. فيها وظيفة او فيه ربح مال داي لك. باذن الله. شاف ان انت بتطلب بكل مستحقاتك القديمة اه ورس او مستحقات قديمة بتطلبها وان شاء الله هتاقد حقها. باذن الله هتاقد حقها. انا شاف هنا في مواضية هتتكشف قدامك هتكشفها. اه بلاش طاقة الندم اللي في حياتك. بلاش طاقة الندم اللي في حياتك. وبلاش تعاند زيادة عن اللزوم. بلاش العناد. بلاش العناد. اللي عشان هو بيدائجك وبيتعبك نفسيا فهد عصابك وبلاش الزعل. شاف هنا انت بتشتري شقة او بتشتري سيارة. اه فيها يعني مبسوط وسعيد ان شاء الله. بإذن الله. شاف هنا في شريك معاك هتشاركوا في مشروع او في شغل هتكونوا مع بعض الشركاء. ان شاء الله تدوم شركتكم باذن الله تعالى. دايما يا اسد انت بتشكي من معتك. لما صيبك بالعصابية. هذا المسل عشرك. اه تعبك. اه فهذا منكم برضو في عنده اعادة من دكتور او رايح الدكتور هيعيد عن الدكتور. ايه عادة? بسم الله الكاشف. اللهم بشن بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. بسم الله الكاشف. انا شاف في ضربة حظ معاك ان شاء الله. شاف في ضربة الحظ المال هتكون كويسة معاك هتسد اللي عليك. بإذن الله تعالى. في ربح مال دايلك مما اه ورس لما مكافئة. في ربح مال دايلك كويس مناسب هينفعك وان شاء الله. شاف هنا. اللهم بصلى على سيدنا محمد. شاف هنا في آآ زعل ما بينك وما بين شخص حبيب او آآ. انا شاف بتعاتب حبيب بتعاتبه. شاف عتاب ما بينكم. وشاف ردوع بعد العتاب. شاف في رجوع. لان شاف هنا في آآ محبس او خاتم او قلب شايف قلب وشايف خاتم. فهذا يدل ان في ارتباط في اهل بيتك او في ارض بيتك. في زواد او في فرحة في اهل البيت. ان شاء الله يكون زواد ليك او زواد لاقرب ما قلبك او اقرب من القلبك. في ارض بيتك. زواد او خطوبة. انا شاف هنا فيه القرار هتاخده بدلك مدة بتشتغل عليه والقرار ده هيكون صح معاك ان شاء الله. وفي يدها تدعمك بازد الله تعالى. شاف هنا موعد غرامي او آآ رسالة هتديك بعد بلوك بعد فتح بلوك هتكون رسالة هيكون فيها موعد غرامي وهتخرج في موعد غرامي بعد العتاب هيكون في موعد غرامي والصلح ان شاء الله ومحبة. ابعد عن كل الازه وابعد عن كل التعب والضغط النفسي وهذا الطاقة السلبية. بسم الله الكاشف الله ما صلى الله عليه وسيدنا محمد. شاف هنا الردوع للمنفصلين. شاف رجوع. شاف برضو انا فرحان وسعيد مولود. مولود ان شاء الله. قالوا عليك عيروك بالكلام. وقالوا عليك انا شاف هنا انت زعلانة. لان انا حس انهم بيتكلم عليك يقولوا لك عندك تعطيل او انت ما بي فيك زعوات او هكذا او بيقولولك انت وحشة او بتاعت مشاكل. شايف عندك طاقة الزعل من الكلام اللي بيقولوه. ما تزعليش انا شاف فيه بازل الله تعالى فرحة هتفرحك وهتسعدك ان شاء الله. صلى على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم وبشرني بما انتظر منك. وانت خير المبشرين كلها. هنشوف لسالتك بتقول لك ايها برد الأسد. فضلا وليس امرا. ان كنت لم تدعم الفيديو باللايك فادعم الفيديو باللايك. وان كنت لم تشترك في القناة. فلاشترك في القناة فعل زر الدراس ليصلك كل جديد. رسالتك يا برد الأسد بتقول لك فرض الله قربك ويسر لك امرك ورزقك ما تتمنى امين يا رب العالمين. وان كنت بتعاني من السحر او من الحسد او من المس او من التعطيل كما قلنا او من اي مرض روحي. اللينك في صندوق الوصف لدميع العلادات بازن الله تعالى. دوس على كلمة المزيد اللي قدامك. كلمة المزيد دوس عليها. هتلاقي اللينك اظهر لك. اللينكات شاط الفيديوهات للعلادات. وانا اكتب في التعليقات. وانا هتديك ان شاء الله القناة التانية. قناة الشيخ يوسف بالعلادات بازن الله اشتركوا في القناة dessus.